موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ شادر رمحي من ممصة جو أكادي زي ما بتعرفوا أنا بدرس مادة التوجيه لكن لازم نأسس طلابنا طلاب الأول ثانوي فقبل ما تطلع مرحلة التوجيه لازم في بعض الأمور لازم تكون جهز فيها فلازم نتعب مع خطوة خطوة ونمشي مع بعض خطوة خطوة تستفيد إن شاء الله هي بتكون مجانية وبتقدر تقتنئ الدوسية مجانا وبتقدر تحضر الحصص مجانة عشان تستفيد وبتمشي معنا خطوة خطوة الحق وراء الأستاذ اللي بيكون معاه خبرة خبرة في التعامل مع المادة خبرة في التعامل مع سلطة الوزارة خبرة كيف يوصلك العلامة كاملة إن شاء الله راح تشوفوا شغلنا شغل مرتب هادي راهد أو وصلك شوي شوي وبهدوب ركز معي عشان يكون هدفنا في التوجيه 200 من 200 إن شاء الله العلامة الكاملة زي ما دايما كل طلابي الحمد لله فرحونا بالعلامة الكاملة وفضل الله نتائج طلابي بتحكي عنا إن شاء الله نقول بسم الله ونبدأ بأول درسة جماعة ونقول يلا أول درسة نحن ناخده هو الأفعال الشاذة طبعا بيقول أستاذ عادي الأفعال الشاذة عادي منحفظها لا ما تحفظ تشغل مخيك معي طالب الأول الثانوي أوع تحفظ أوع تفكر إنه مادة الإنجليزي حفظ مادة الإنجليزي فهم لو اشتغلت معاي بطريقة صح فاذا نمشي مع بعض خطوة ونفرشها فعال طب ليش بلش بذل الدس البسيطة أستاذ عشان نمشي خطو خطوة وأبني معاك اللي بديها وتدرس بالطريقة اللي أنا بديها عشان لو فكرت في المستقبل اللي تكون من طلاب في التوجيه ما يخفى عليك الطرق طبعتي اللي بنلعبها مع الطلاب عشان نوصلهم للعلامة الكاملة حسنا أهلأ الأفعال درسنا على الفعال الشاذة لكن لازم نحكي عن الأفعال بشكل عام يتم ترتيب الأفعال الشاذة حسب نغمة الفعل وليس حسب الترتيب الأب جدول رح ننشي مش والله على الأحروف طب ما ظهر مدسفين بعض الطلاب جداول ولا نحفظهم على الحفاظ على الجدول لا ما بدي أضحكي رح نسهل عليك طريقة طريقة تسمى النغمة تون نمشي بعض خطوة خطوة طيب ما ظهر بقى من الأفعال غير الموجود هنا شو بتكون أفعال منتظمة طب شو الفعل المنتظم هو الفعل بنتي يا مبدي أو ED أو IED بس هاي البديدية تعرفه أمثل على الأفعال المنتظمة لأنه كثار ما من اللحقة زي ARRIVE بنتي بحرف E ARRIVE دفناله D ARRIVE دفناله D WAIT بنتي بحرف T شو دفناله ED WAITED هاي WAITED أي فعل بنتي بحرف Y فيش قبلي حرف علم بتشطب ال-Y بتحط بديلها IED زي STUDED STUDED بس بكل بساطة إذن إنت من ضيف D أو ED أو ID بيانت معنا وهذه سهلة جدا وأنت رح يجيلك عشان يضع دائرة إذن أي فعل مش مطلوب هنا أنه ما مرى معنا تحت رح بكون فعل إيش ماله بكون فعل منتظم روح على الأفعال الشاذة اللي الطلاب دائما بحفظوها ما تحفظ حفظ فقل مخك معي وعشان برد تتدرم على الكتابة بطريقة سهلة خد لأول فعل شو هو break طب قرأ لي هاي أكيد بروك طب هون broken أكيد كونكم بتاع تقلوها طب قرأها مع بعض break broke broken طب يلا هاي speak spoke spoken طب يلا steal stole stolen نوقف شو لحظت break broke broken speak spoke spoken steal stole stolen نفس النغمة وتقريبا نفس الكتابة طلو break صارت or speak صارت or steal صارت or بعدين شو ضفنا spoken أو broken spoken stolen بس بكل بساطة تم جرد عرفت أي فعل من هذه الأفعال ريحك ريحك خلص لأنه بكل بساطة ستارف يتحل بهدوء وبروائل إذن أنا بدوص بهذه الطريقة بسير النغمة وبتدرب على الكتابة الكتابة واحدة بتكون تقريبا فبسيرت تدرب على بطريقة صح طب شو بدي منك كل يوم جدول كل يوم هذا الجدول صغير ما تاخد كل الصفحة جدول اليوم هذا الجدول تقرأ تحفظه أمورك تمام 100% ثاني يوم تيجع الجدول بعدي تحفظه وبس بتراجع جدولين مع بعض اليوم الثالث بتاخد جدول جديد وبتراجع مع بعض الثلاثة اليوم الرابع بتاخد جدول الرابع وبتراجع الأربع مع بعض وهل من مجرة للآخر إذا اشتغلنا في هاي الطريقة بتلاقي أمورنا سهل وسلسل وإنت بتسير تتعود عن نغمة عن نغمة وبرضو تعبوا قناتي على اليوتيوب رح نزل لكم فيديوهات برضو حلوة على الموسيقى الأفعال على الموسيقى رح تشوفوها نلعب مع بعض فيها وننزلها إن شاء الله على اليوتيوب حلوة كثير فإنت بتستمتع فيها وبتلاقيها إنها طيبة وبتساعدك إن شاء الله يتعلم طيب نيجي هنا إذا شو لكم نقرأ مع بعض عشان نستفيد وهي أنا حطت لك معناهم بالعربي عشان ما تتغلم break broke broken إذا عندك تتعلم الكتاب يطمعتهم القراءة speak spoke spoken طب steel stolen stolen ممتاز drive drove driven ride road ridden rise roads risen طب write road written طب shake shock shaken طب take took taken طب wake walk walking طب choose chosen chosen forget forgot forgotten إذا إنا صرنا نعرف كيف ندرس الأفعال بطريقة أسهل وأبسط يرى تعال هنا الجدول اللي بعد يو حكينا كيف ندرس الدراسة خلاق اليوم القراءة صرنا عارفين كل يوم جدول حتى لو كان بسرد كلمات وبترجع للجدول مع بعض الثاني يوم اليوم بعد الثالث يوم تحفظ جدول وبترجع للثلاث بتراجعهم مع بعض اليوم الرابع وهيوم الجرة هاي الطريقة دائما نجزء وكرر بتساعدك يا بني في الأول الثانوي وبناتي في الأول الثانوي بساعدكم كثير be is am was been ولازم تكون دارسهم نفسها عشان ما تتغلب فيهم وكتاب تدرب عليهم رابع صحب جيكو ضعداء يا رابع بس تدرب كتابة الي هدف بعدين بحكي عنه لقدام be are where been طب c saucy خلصنا يلا الروحة البعديها bite bit bitten طب hide hid hidden طب eat eat eaten طب fall fill fallen طب هم prove proved yeah proven yeah proved بتزبط طب show should shown طب shine shown shown طب tear turn tone طب wear war one طب weave weave woven وبتزبط عليها weave برضو weave أنا حطيت لأنه بتزبط weave زي showed وزي prove تصريف الثاني والثالث بزبط منتظم وبزبط ايش شاذ become became become come came come وفي أغنى رح نزلكوا إيها على اليوتيوب رح نتبقى إن شاء الله إن شاء الله بركي اليوم نزلكوا تكون موجودة وجاهزة بس ترجو تأخذوا الدسية بتكون جاهزة يلا بتغني طلع كيف صارت أسهل وأحلى ماشي يلا الروع البعديها بنت سنت 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 بلوز لست لست شفتوا كيف لحالك بتحسنك قاعد تمشي بهيك مع نغمة اغنية حلوة بتساعدك كثير وبتريحك طب يستاذ شو يعني هون فايند لحالة يا حرام فايند 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 طب في كلمات زي بتشبهها مليان لكن انا بعطيك المادة المطلوب لكم في التوجيه يعني مثلا اعطيكم مثال عشان الاوجيك في الامتحان افرد انا دوجيك ان هو التريقة حلو كثير هذا الفعل بايند شو معنها يربط هذا ما تطبب نكلها طب افرد الوزارة جبتلك اياه في الامتحان جبتلك بايند شغل مخك بايند عوز ان فايند طب فايند فاوند اذا بايند طلع باوند باوند فايند شو الفكرة بديها حتى يقول لك لو فاعل مرة عليك لأول مرة بتلاقي انه انت بتقدر تعرف نغمته بتقدر تجيب زيه هم يعني مستبعد يجيلكوا أفعال زي هيكا ماشحال مستبعد ماشحال لكن الحمام المنظروف ماشحال فلازم يكون هنا يعني أعطيكم مثال من الأفعال المثال المش مطلوبة منكم فطلعوا على هذه النغامة مثال عندك الفعل ليب شو معت ليب يقفز بس من أسفل لأعلى مش مطلوبة طب ليب عوازنس ليب طب سلبت سلبت إذا ليب لبت لبت شفت أنت وسطك هي الملحلة وانت مجرد نغمة القول بتدلك عن الفعل كله متقدر تجيبه بسهرات طرع بيند lavorات الصابع أعوزن فايند 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 ما كنت قد مش منوش محاطوه فيها طب ليب متالفين لا مش مطالب كتاب التوجيب نشوه مش مطالب كتاب تنوش مطالب كتاب التوجيب بس حين عنشان بصلا كيف تقر بفكرتك وتساعد حلا تحل و علشان ما تحفظه الأسفل غريب تكون العام كيف تتمكنك بقيه طب buy, bought, bought طب catch, got, got seek, sought, sought teach, thought, thought think, thought, thought خلصنا الأفعال قد لدينا أفعال بسيطة من خلص كل يوم جدول وبنجعل القبل كامل get, got, got stick, stack, stack drink, drank, drunk ring, rang, rang sink, sank, sunk swim, swam, swam أعطيكوا فعل مش بطلوب منكم sink معناها يغرق لغير عاقل مثلا سفينة غرقت لأن لغير عاقل drunk معناها يغرق تمام sink sank sunk إذن sink, sank, sunk رأس بكل بساطة drink, drank, drank drink, drank إذن أي إشي بجي لك والله الحالك ستعرف الفعل لحالك مجرد أنت أعرف نغمتو يلا روح begin, began, began do, did, done go, wind, gun الطريقة واضحة كيف بدنا ندرس طريق feed, fed, fed hold, held, held lead, lead, lead have, had, had here, held, held lay, lead, lead pay, paid, paid say, said, said make, made, made طيح forgive, forgive, forgiven give, give, given جميل ظل أنه أفعال ايش من نسميها؟ متفرقة يعني نغمتها خفيفة مت زي بعض مثلا شو عينا نغمات زي stand و understand stand, stood, stood understand, understood, understood تمام عنا sell, sold, sold till, told, told الباقلة يلا lie, lay, lean run, 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 run so, so, soon وعنا sit, sat, sat win, win, win هيك نكون خلصت طيح تمام هيك خلص الأفعال ساعتنا ندسهم خلص خلصنا ندس لا بس بضع لأنه نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم ينتبع هاي الأمور بحكي هسا يجد تمييز بين الأفعال التالية في أفعال مرات تدخل ببعض يا طالب التوجيه بطلت أنت أول ثاني بخلاص هسا جاهز طالب توجيهي ركز معي فهي الأفعال بلاش يلعبوا لأبي حقيرة معاك وانت تكون قدها كلنا منعرف الفعل شو تصفاتها فاوند وتصفاتها فاوند واجدها واجدها كلنا هكاتبين يجب بتعرف أنه في اللغة الفعل اسمه فاوند معناه يؤسس وهذا مضارع طب يا أستاذ الحمال لأفعال فاوند الماضي من فايند صح لكن بالصدفة أنه أجب مش به معد طالله إذا جبت لك مؤشر بالمضارع ديكون الجواب يا فايند يا فاوند ليش لأن فايند معناه يجد أو يؤسس يؤسس مثلا مؤسسة شركة مدرسة مستشفى يمبين يعني فايند يجد إشي واضح صلى الله فدرباك إذا ما تقدر تتميز من معناها واضح جدا لكن بعض الطلاب بيخربطوا فلما شوف فاوند بفكرها إيش تصفيف تاني لأنه يمكن تكون تصفيف أول طب شفت فاوند أحي تصف تاني من 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 فاوند فهذا فعال المنتظم لازم نتابع له بمعنى أسسة فحلو أميز بين التنين فلازم نعرف أنه فايند معنى يجد فاوند فاوند وفاوند معنى يؤسس وصولي معنى وجدها فاوند معنى يؤسس فاوند لازم تنتبه لها إذا انتبه لها الفعل باش يجي لك عشي قد ضع دائرة يحط لك من ضمن الخيارات فايند فاوند فاوند فايند بين مضارع طب فاوند بتقول الحالك بتكون مضارع وممكن تكون ماضي فاوند للتصفيف الثاني والتالب لازم نعرفها زي إن الفعل لاي انتبه لها لاي شو معناتها يكذب ولاي تحتها شو معناها يستلقي اي مكتوبها معاني يلا يكذب يستلقي طيب إذا كان في يكذب التصفيف الثاني منه لاي وتصفيف الثالث لاي طب كم يستلقي على الأرض بيستلقي على التخط يستلقي على السرير إذا لاي لاي لان تدخل عنا لان مع لاي هاي لاي هون إيش معناها طبيض للطيور أو واحد يرتب طاولة لكن لاي هاي بمعنى التصفيف يرتب أو يضع ليد ليد لكن هاي لاي لاي لان فيمكن تقول يجيو لك خير فعل لاي طلع يلعب اللعبة لاي طلع وحط لك إيش ليد أو لان لاي يمكن يكون معناها يكذب يمكن معناها يستلقيها بس مضارح لي يمكن تكون معناها إيش استلقى أو يضع فإذا تنتبه ويمكن يجيو لك ليد أو لين معهم ليد تصفيف ثالث ولين تصفيف ثالث هاي الأفعال التي تنتبه ورح تمر معنا أمثلة قدام كثيرا إن شاء الله عنهم هيك منكون خلصنا أفعال بصدر علينا الحيقة دول أمثلة عشان نقضح لك إياهم على الفكرة حكناها قبل شوي إذا ركزوا معي هي هير لست كيز ان هير أول جاكت لاست نايت نحك عن هير لست كيز مفتيحة ضاعة أسستهم ولا وجدتهم طيب دعم مدام أعطاني لست نايت إذا ماضي إذا مستحق تكون فاين تعم راحت يا فاند يا فاند فاندتها بمعنى إيش أسسة طب فاند بمعنى يا إما يؤسس يا إما الماضي بمعنى وجده لأنها هي فاند بتثبت مضارع يؤسس وهي الماضي منها فاند وهاي فاند بتثبت الماضي من فاند طب هي إيش شي فاند هي لست كيز ولا شي فاند أكيد شي فاند هاللست كيز وجدت إيش مفتيحة ضاعة ماش حان إنهو الجاكت في جاكتتها القديمة هاي بعض دعو تاني فعل الماضي يعني هم بأشر بلاي على الماضي زمن بلاي على الماضي طيب فاند مستحيل يا إما فاند بمعنى وجدها يا إما فاند بمعنى إيش أسسها طب ماي جراند فاذر في هز كومباني الشركة تمعت ووجدها ولا أسسها لا والله أسسها إذن فاند ماي سستر تو ماي فاذر أبوت هاي رزلت لاس ويك لاس ويك بدنا على الماضي برضو بصد نفعل الماضي لايد ماضي وليه ماضي ولايد ماضي طيب لايد بمعنى كذبة ليه بمعنى استلقة مشحر ولايد بمعنى وضع أو رتب صغلا لا لاي أو بمعنى يضع ولايد معنى استلقة طيب ماي سستر أختي كذبت على أبوي ولا استلقت أبوي ولا وضعت أبوي أكيد كذبت أبوي لايد تو ماي فاذر بييني أبوت هاي الرزلت عن علامتها برضو كله طيب ماضي برضو لايد ليه ليه دون بيني ماضي طيب أنا نباحك ونتعبان أنا إيش كذبت بشكل يعني يعني بدون حراك تعبان على السيري كذبت على السيري ولا استرقت على السيري ولا وضعت السيري أكيد لا ولا استرقت على السيري إذن إيش عنا ليه إذن الموضوع جدا سهل وبسيط وهيك منكون خلصنا يا جماعة أول حصة إن شاء الله تكون استفدتم منها وهاي بلشنا بإيش بسيط يلا بندخل في الحصة اللي بعدها بحصة جد وقوية حصة ستكون خفيفة بسيطة ما نثقل عليكم وتنستبدع بحصة ستنا إن شاء الله تحتاجوا أي شي بتواصلوا معايا جماعة على الفيسبوك على The Elite اللي هي صفحتنا الرسمية The Elite شادي الرمحي أو الإنجليزي مع السيد شادي الرمحي المجموعة أو بتتواصلوا معنا على اليوتيوب رح تكونوا ونجر حصة صفية على اليوتيوب اشحبوا اسمها قناة الأستاذ شادر أعطيكم العافية ونلتقى في حصة جديدة إن شاء الله تعالى